بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين مشاهدين الكرام في وقفة فلسفية لإطروحة توضح الفرق بين العقل والنقل في الإسلام العقل مبدئياً هو تلك الآلة التي أساسها التدبر والتفكر ورؤية المآلات والتي تجعل الإنسان في اختيار كامل وهو ما يميز الله تبارك وتعالى به الإنسان عن الحيوان وغير والنقل ما ثبت من الوحيين الشريفين القرآن والسنة وكذلك ما أجمعت عليه الأمة الأصل أن الدين يقوم على العقل فالعقل أساس النقل لأن العقل هو مناط التكليف وهو من يقوم بإثبات صحة النقل كيف يثبت الوحي؟ أكيد عن طريق العقل يكون ممكناً عقلاً وواقعاً فعلاً والإيمان قائم على العقل والوجدان فحقائق الوجود تعني وجود الله تبارك وتعالى والإيمان بالنبوة ودلالة المعجزة على النبوة دلالة عقلية يعني إذا كانت هناك معجزة وإحنا بنشوف المعجزة وهي تقع من النبي أو الرسول فالعقل هو من يقول أنها معجزة والعقل هو من يقول أنها لا تعطى إلا لنبي أو رسول فإذا دلالة معرفة أنها معجزة دلالة عقلية طيب فإذا انهدم العقل انهدم النقل لأن العقل له وظيفة كبيرة فيما يسمى بقمة الإيمان وهو تعرف العقل على الله جل جلاله تعرفاً صحيحاً وهذا يسمى بإيمان القمة فالعقل له اختيار يؤمن أو لا يؤمن حينما يبحث قضية القمة الإيمانية وهي قضية الألوهية حتى يقتنع فإذا اقتنع بوجود الله تبارك وتعالى وصارت هذه راسخة ثابتة أصبحت مهمته العمل بما جاء عن الله جل جلاله فقط بعد أن يتيقن من نسبة الدليل إلى الله يقول الإمام الغزالي أنا أستدل على النبوة بالعقل فإذا ثبتت بالعقل فإنه يعزل نفسه ويتلقى من الوحي سبحان الله وهنا يصل الإنسان إلى طريق الهداية حتى يهتدي فلازم حتى ندرك المعنى دوي وصلنا للتوفيق بين العقل والنقل فنعرف لازم أن الهدايات ثلاثة هداية الحواس والحواس قد تخطئ وهداية العقل تلك الملكة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعقلاء وأخيرا هداية الوحي يعني النبوة الآتية من عند الله تبارك وتعالى والوحي بالطبيعة يفسر بطريق العقل فالعقل يفسر النقل ونملأ به الفراغ فيما لا نص فيه فيما يتعلق بالنصوص الإجمالية وحتى الفقه فيه إعمال للعقل والمسلم يوظف العقل في خدمة النقل وفهمه يقول الشيخ محمد الغزالي هناك كتابين كتاب الله المقرؤ وهو المصحف وكتاب الله المنظور وهو الكون ولا تناقض بينهما فالعقل هو الدليل لفهم الشرع فإذا ثبتت نسبة الدليل إلى الله تبارك وتعالى كان على العقل أن يتأدب ويعمل بالدليل وتكون وظيفته فهم هذا الدليل وكيف يطبق وحتى عندنا شبهة فيما يتعلق بالنسبة لإبليس الذي قدم رأيه على النص مع ثبوت نسبته إلى الله ربك سبحانه وتعالى لما قال لملائكة اسجدوا لآدم سجد الملائكة إلا إبليس رفض وأعمل عقله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين حتى في آيات أخرى قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك يعني ربنا أمره فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هنا رد أمر الله تبارك وتعالى فطرده الله عز وجل ولعنه فوظيفة العقل هنا ينبغي أن تكون هي توثيق نسبة الدليل إلى الله ولا تعارض بين العقل والنقل أبدا يعني لا تصادم في الإسلام ولذلك قالوا النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح ولهذا كانت في الإسلام مدرستين حتى في الفقه مدرسة الرأي والتي أنشأها الإمام أبي حنيفة لأهل العراق فهو يترك الدليل الضعيف المشكوك فيه ويعمل عقله وكانت هناك مدرسة أخرى تسمى بمدرسة الأثر وهي مدرسة النقل لأهل الحجاز كيف تعمل المدرستان؟ مدرسة الأثر تأخذ بالدليل ولو ضعيف وأما مدرسة الرأي فترى أن الإسلام عبارة عن عبادات ومعاملات فالعبادات نلتزم فيها بالنص حتى نعبد الله كما يريد هو لا كما نريد نحن فلو أراد إنسان أن يصلي المغرب خمس ركعات مثلا وهو في الحقيقة ثلاثة كما نعلم صار الإنسان هنا إلها لأنه اخترع لنفسه عبادة ما أمر الله بها حتى ولو كان فيها زيادة خير فلا يجوز وأما بالنسبة للمعاملات فنعتمد فيها على أمرين أولا إذا وجد نص صحيح واضح لا يجوز لنا مخالفة النص بعقولنا فلا اكتهاد مع نص تلك قاعدة فقهية أما إذا كان النص غير واضح أو الحديث غير صحيح نعمل العقل فيما لا يتناقض مع النصوص وذلك لتحقيق مصالح العباد ومعلوم أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله فهنا يأتي الإجتهاد المنضبط فكانت مدرسة الرأي تخشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مدرسة الأثر فكانت تخشى الجرأة على الله في التحليل والتحريم وقد سبق إلى مدرسة الرأي من الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله مقولة أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان أولئك الذين أخذوا بالقياس وبالاستحسان وهنا ينبغي معرفة أن العقل والنقل متضامنان متفقان وأن أكثر كتاب نزل من السماء حفية بالعقل هو القرآن الكريم لدرجة أن الله سبحانه وتعالى سماه اللب أو النها حتى قال هل في ذلك قسم الذي حجر أيضا يعني للصاحب عقل وأمره بإعمال عقله قال قل سيروا في الأرض فانظروا وجاء آيات تقول لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أما بعض النحل الأخرى فقد وجد عندهم تصادم بين العلم والدين وصراع بين الدين والعلم والعقل والنقل وهذا غير موجود في أمة الإسلام إذ كانت أول آيات دعت إلى إعمال العقل نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخر هذه الآيات لكن العقل ليس ضده النقل حتى يتصادم به أبدا بل عندنا العقل ضده الجنون وليس ضد العقل النقل في الإسلام فنحن في نعمة عظيمة تجعل الإنسان يعمل إنسانيته فيما جاء من عند الله تبارك وتعالى ثم بعد أن نوثق نسبة الدليل إلى الله نبدأ نعمل به وعلينا أن نستخدم جانب الروحانيات والوجدانيات حتى يدخل عندنا الخشوع والخضوع فنحقق هنا ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه منا وننطلق في الحياة نطبقه أينما كنا ولقد كانت هناك قضية بين الإمام أبي حنيفة ومحمد الباقر رضي الله عنهما عندما نقلت الصورة خطأ إلى سيدنا محمد الباقر بأن أبا حنيفة يعمل عقله ضد النصوص الشرعية قال يا أبا حنيفة أنت تقدم قولك على قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من أبي حنيفة إلا أن نفى ذلك وطرح عليه عددا من القضايا التي منها أنه متبع وليس بمبتدع وكانت من هذه القضايا على سبيل المثال أننا نتطهر من البول بالوضوء فقط ومن المني بالغسل من الجنابة مع أن المني طاهر والبول نجس فلو كان إعمال العقل لاغتسلنا من البول ولم ناغتسل من المني وكيف أن المرأة في حالة الحيد تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة مع أن الصلاة هي عماد الدين وأهم من الصيام ومع ذلك المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة في فترة الحيد وكذلك المرأة أضعف من الرجل والشرع يعطي للرجل ضعف المرأة في الميراث فلو كان فيها رعاية للضعيف فقط من وجهة نظرنا لأعطينا المرأة أكثر مما نعطي الرجل لأنه أقوى وكذلك مسألة المسح على الخفين يعني على أعلى الخفين لو كانت بالاجتهاد لكان المسح على أسفل الخفين هو الذي يمكن أن يعمم ويمكن أن يعمل به هنا الإمام محمد الباقر سر منه سرورا عظيما ووافق على مدرسته إذن نحن عندنا دين يحترم العقل ويقدر العقل ويمدح العقل شريطة ألا يصادم شرع الله تبارك وتعالى ولا يكون الصدام إلا بعدم الفهم أو عدم صحة الدليل كما ذكرنا نسأل الله أن ينير بصائرنا وأبصارنا وأن يؤلف على الحق قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة